وزير الداخلية يعزز تواجد الشرطة في فينة ويطالب بسحب لجوء المطاردين بالعنف عندنا كمان خبر متعلق بنفس الموضوع الشرطة تكشف حرب العصابات بين ششان من جهة وسوريين وافغان من جهة اخرى في فينة ويمكن برضو في السياق نفسه خبير في فينة ده اللي دفع الراجل ده الخبير اللي هو هيرمان كوشي بيقول ان الشباب الذكور لديهم هامش اندماج ضيق عشان كده بيلجأوا للعنف او هو بيبرر ده واللي انتهى الموضوع بعملية طعن الجندي في فينة اللي هو سوري قام بطعن الجندي وهو بينكر انتماء العصابات 505 او 515 في المحكمة نمكن تعاقب الاحداث في موضوع اللاجئين وقرارات وزير الداخلية بعمليات الترحيل وهناك مسندة هناك مطالبة بتطبيق موضوع الترحيل على مستوى نعم نعم ازاي يقدر وزير الداخلية اني يرجع الامن والامان للشارع النمساوي وفي الوقت نفسه يحافظ على ده ويقضي على العنف في الشارع النمساوي يعني استاذ موضوع صراحة ان موضوع هذا معقد للغاية مع الاسف نهاية الاسبوع الماضي ابتداء من يوم الجمعة الى ثبت الى احد تقريبا يعني مع الاسف الشديد شهدت فيينا العديد من المشاكل بصراحة من خلال العنف من خلال مواجهات معينة ما بين عدد من الفوضويين وعدد منه بصراحة يعني اللي مو معروف هم منين اجوا او على اي اساس او على شو بيستندوا وصارت هاي المواجهات مع الاسف اتورط فيها عدد من السوريين عدد من الافغان عدد من الشيشان هي بدأت بقصة قديمة القصة سازم دوح ليست جديدة بدأت عندما قام سوري شاب سوري يقال انه محسوب على على عصابات الخمسمية وعشرة وخمسمية وخمسة وخمسمية وما معرف بديش بصراحة انا سألت كتير صراحة عن سوريين بيقلك هاي عبارة عن ارقام ما لها علاقة لا بالعشائر السورية ولا بايبي يعني ولا بأي تركيبة سكانية سورية في بعض الاشخاص ابتدوا هالأرقام هذا وفي شباب صدقوا انهم بيمتدوا لمجموعة تقال بهالأرقام هاي خمسمية وعشرة وخمسمية وهالأرقام هذا فبدأت القضية عندما قام شاب سوري بطعن شاب شيشاني امام امام محل الايس كريم الشهير في الحي العشر بالضبط وقام بطعنه عندما قام كان هذا الشاب يقوم بمعاكسة وبتعدي على على فتيات آخرين وبشتائم وبطريقة بصراحة غير محترمة وغير مؤدبة فقام هذا الشيشاني بمحاولة الدفاع عن هؤلاء الفتيات فرد عليه السوري بالطعن وكان معه اشخاص آخرين وهذا كان يحاكم بالمحكمة قبل أيام وأنكر كل هذه التهم الموضوع لم ينتهي من وقتها تصاعد مرة بعد مرة فقام أيضا احد الشبان السوريين الذين يتاجعون بالمخدرات في محطة ايضا من محصوبين على عصابات الخمسمية وخمسة وما إلى ذلك ايضا بطعن شاب شيشاني او عفوا بمعاكسة بمعاكسة نساء موجودين مع شاب شيشاني فاخضر هذا الشاب الشيشاني هو وابه وطعنه شابين سوريين وكانوا يقتلان في ذلك الوقت وحكم الشيشاني الابن واباه في المحكمة ودخلت المنطقة بفوضى من هداك الوقت هذا الصراع قائم فتطور هذا الصراع يوم بعد يوم ومرة بعد مرة ومعاكسات وكذا حتى وصلنا إلى هذا اليوم ماذا قال وزير الداخلية كل من يدان بهذه العملية مبدئيا سيصحب لجوءه سيصحب لجوءه وسيوضع وسيوضع بكم ترحيل يعني نوع من السجن نوع من الإقامة الجبرية فبالتالي بصراحة أعتقد أن الشرطة النمساوية كسفت وجودها في العديد من مناطق فيينة خاصة في المحطات في المناطق التي من الممكن أن يكون في هذه التجمعات كنت بتكلم على ريمن بلاتس حاليا دلوقتي عندنا بريجيتاناو دلوقتي هلأ قام بتعزيز الأمن وكل شخص وكل شاب يعني يشك فيه مهما كان جنسيته مهما كان وضعه القانوني إما سيلغى لجوءه أو تلغى إقامته أو 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 أي شيء وسيحاكم وكل من يدان بهذه العملية طبعا هذه العملية نتج عنها إصابة ما يصل إلى عشر أشخاص لأن هذه العملية كانت تقريبا على ثلاث ثلاث حالات اشتباكات مرة مرتين بالحية عشرين ومرة بالحية اتناش بحطة المايدلينج اللقصة وين هلأ اللقصة وين السازي الكريم القصة أنه أنه الخبير النمساوي الذي قال ماذا قال الخبير النمساوي قال أن السبب أن الشباب عشان مفيش عملية اندماج حقيقي الاندماج دي فبقى يبقى فيه عملية انغلاق في المجتمعات يعني السوريين يكونوا مجموعة سورية ششان يكمنوا مجموعة ششانية وهذه الخرافات الخرافات التي قائمة على مجموعة 510 و 512 و 514 وما بعرف شو هالأرقام هاي منين جايبينا فبالتالي بصراحة هذا يعود هذا يعود في البداية وفي النهاية السيد زمدوح على فشل الاندماج في فيينا فشل فشل زريع بداية بداية من الحكومة الحكومة الفيدرالية المكون الحزب الشاب وحزب الخضر وصولا الى الى فيينا التي تجزل بالمساعدات وتجزل بعطائها لكل من هب ودب إليها وبالتالي تكون فيينا بؤرة لهذه المجموعات ولهذه ولهذه الفوضى ولهذا العنف ولهذه العصابات ومع الأسف الشديد السوري المحترم والمحسوب على العديد يعني من المحسوب على الجالية مع الأسف السورية المحترمة مظلوم بهذا التعميم فبالتالي هؤلاء الشبان يجب توزيعهم على كامل المناطق في النمسا ويوضعوا في الأرياف ويوضعوا في مناطق حتى يندمجوا ويتعودوا على الحياة بعد أن حرجوا من جو الجهل والضلال الموجود في سوريا إن كان من بيئة من بيئة من بيئة النظام النظام الإجرامي أو من بيئة الخطاب الديني المتخلف الذي خلف وأحضر هذه المجموعات التي ليس لها أي علاقة لا بمدنية ولا بحضارة ولا بأي شيء أضف على ذلك في خبر مقبل أن معظمهم أميون لا يتقنون لا القراءة ولا الكتابة ولا أي شيء كيف يأتوا ويعيشوا في فيينا ويرموا في الشوارع بهذه الطريقة الفوضوية أعتقد أن النمسا ووزارة الداخلية معنية بمعالجة هذا الموضوع من جذوره وليس معالجة آثار هذا الموضوع والعنف الذي نرى في الشوارع لو تلاحظ فيه كمان عملية تحالف بين الجاليات يعني ممكن تلاقي الأفغاني مع الشيشاني ضد السوري والتركي لا لا اليوم الشيشاني ضد السوري وضد الأفغاني والسوري ضد الأفغاني والشيشاني والأفغاني ضد السوري والشيشاني لا لا هدول الثلاثة مختلفين في بعض ومبعض ولكن الغوغاء الغوغاء من الجاليات الثلاثة اجتمعات لترسم هذا الفوضى في فيينا